يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبيا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذا البرنامج برنامج الإسلام والحياة الذي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المشاهدين ضيفنا في مثل هذا اليوم سماحة المفتي فضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه فباسمكم جميعا نرحبوا بفضيلة الشيخ مرحبا شيخنا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا شيخ عبد الله وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ننوه للأخوة المشاهدين بأن هذه الحلقة تبث صحبة قناة النبأ الفضائية جزاهم الله خير كما نذكر بأرقام الهواتف وهي كالتالي أرقام هواتف البرنامج 021-337-401-021-337-402-021-337-403 يمكنكم أيضا التواصل عبر صفحات التواصل الاجتماعي الظاهر أسفل الشاشة كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر على صفحتنا في الفيسبوك شيخنا بداية نريد نطرح مسألة حقيقة مهمة وهي تهم كثير من المتابعين يقولون أن بعض الناس يقولون أن موضوع الاتفاق السياسي هو من مسائل السياسة ومسائل السياسة خاضعة للمصالح والمفاسد وأهل السياسة أدرى بها من علماء الشريعة فليست هي محلا للفتوى ويستدلون على ذلك بما ذكره القرافي وابن القيم غيرهما من اختلاف تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم فله أحكام تصدر منه بوصفه إماما للمسلمين ورئيسا للدولة وهذه من السياسة العامة بدليل أنه كان يشاور فيها الناس ويترك رأيه أحيانا لرأيهم إذا رأى مصلحة في تركه وله أحكام بوصفه مفتيا ومبلغا عن الله وهذه أيضا أحكام ثابتة لا تتغير مثل أحكام العبادات فهل هو مزال الفتوى الذي ما هو مزال الفتوى الذي ينبغي أن يقوم فيه العلماء بدورهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأحييكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا الباب في الحقيقة بعض الناس يسلف فيه على نفسه إسرافا كبيرا ويتكلم بكلام مرسل كأنه حقيقة وهو عندي في هذا الباب يؤدي إلى أن كل ما بدله الفقهاء القدامى والمحدثون في الموسعات الفقهية يعني ما تركوه من التراث في الموسعات الفقهية الضخمة الذي لا تشكل منه أبواب العبادات الشعائرية إلا نصيبا قليلا يجعل هذه المصنفات الكبيرة الكثيرة يفترض أن تكون من صنعة أهل السياسة وليست من صنعة الفقهاء وأن الفقهاء تسوروا عليها وليس لهم حق في أن يتكلموا ويجتهدوا فيها فهم مفتاتون متعدون على اختصاصهم وهذا عندي هذا القول الذي يتكلمون به هذه الأيام هو من باب تمييع الأحكام الشرعية وهو لا يختلف عندي عما يجري الآن في ليبيا من قولهم المشكلة في ليبيا سياسية كلما ألزمتهم بحكم من أحكام القانون أو حكم المحاكم يتهربون منه ويقولون الموضوع في ليبيا سياسي وهم يعلمون أن التهرب من القانون الذي يضبط جميع الأطراف معناه الفوضى فكأنهم الآن عندما يقولون الموضوع في ليبيا سياسي يدعون إلى الفوضى للالتزام بالقوانين وكأنهم كذلك عندما يقولون إن الأحكام التي تجري في غير العبادات وربما يضيفون إليها بعض أحكام الزواج والطلاق وليست كلها ويضيفون إليها أيضا دفن الموتى هذه الأشياء عندهم فقط هي من مسائل الفتية ومن اختصاص أهل الفقه والعلم الشرعي وما زاد على ذلك فهو من باب السياسة الشرعية والسياسة الشرعية هي مصالح ومفاسد والمصالح والمفاسد ليس الأمر فيها للفقهاء والسياسة الشرعية ليحكم فيها هم أهل السياسة وأهل الخبرة وأهل الاختصاص الآخرون وليس الفقهاء وهذا كلام باطل لا شك في ذلك بإجماع أهل العلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ القرآن كله لم يؤمر بتبليغ أقيم الصلاة وآت الزكاة أمر بتبليغ القرآن والعلماء من لدن قتاد رحمة الله عليه وهم جرا يقولون إن في القرآن جمهورهم خمسة مئة آية من آيات الأحكام معنى من آيات الأحكام أن آيات تبين الحلال والحرام وعلى الفقهاء أن يجتهدوا فيها ويبينوا أحكم الله تباك وتعالى فيها ويذكرون ربما نمر مر سريع الوقت لا يسمح بالتفصيل يذكرون أن في هذه الآيات الوائدة في القرآن وهي من آيات الأحكام ومن اختصاص أهل الفقه والعلم الشرعي وليست هي من باب العبادات الشعيرية أذكر على أمثلة على ذلك منها مثلا أحكام العقوبات الزنا والقذف الله تباك وتعالى يقول الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة ويقول في القذف فاجلدهم ثمانين جلدة ويقول في السارق والسارقة فاقطعوا إليهما ويذكر القرآن حد الحرابة ويذكره حد البغي ويذكر أحكام الردة ويذكر أحكام الحدود بصفة عامة والعقوبات كما أن في القرآن آيات كثيرة تتعلق بالعلاقات الدولية وليست عبادات بالعلاقات الدولية وفيها نصوص شرعية مع الكتاب والسنة وهذه الآيات يعني تبين ما يسمى الآن بالقانون الدولي تبين حكم علاقة المسلمين بغير المسلمين في السلم والحرب ومعاملة الأسرة وإلى غير ذلك من الأحكام يقول الله وتباك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين ويبين أحكام المعاهدات ونقض العهود والمواثيق فيقول الله وتباك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله ويقول فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ويقول وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا إمة الكفر إنهم لا أيمان لهم ويقول تباك وتعالى ما كان لنبينا يكون له أسرة ويقول تباك وتعالى فإما منا بعد وإما فداء ويقول تباك وتعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ويقول تباك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ويذكر المولاة ويقول تباك وتعالى لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينة لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزءا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء ويقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هذه كلها آيات بينات في الكتاب الكريم وكل أحكام نصية منصوص عليها تتعلق بما يسمى الآن القانون الدولي أو العلاقات الدولية وفي القرآن آيات أخرى كثيرة تتعلق بأحكام الاقتصاد وأحكام القضاء وأحكام المال ففي القضاء الله تباك وتعالى يقول وفي إجراءاته استشهدوا شهدين من رجالكم ويقول تبارك وتعالى فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ويقول ممن ترضون من الشهداء ويقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ويقول ولا تكتموا الشهادة ويأمر الناس والحكام بالعدل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ويبين أحكام أخرى كثيرة تتعلق بأحكام القضاء وكذلك في المعاملات المالية والاقتصاد هناك آيات كثيرة مثل آيات تحرم الربا وتحرم أكل المال بالباطل يا أيها الذين آموا اتقوا الله واذروا ما بقي من الربا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وينهى عن الرشوة وينهى عن الخصومة الفاجرة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الفجور في الخصومة من فجر فيها فإنما يقتطع قطعة من النار والنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن يبين لنا أحكام أخرى كثيرة في مسائل الديون والتوثيق والرهن ويا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بديني إلى أجل المسمى فاكتبوه ويبين لنا حكم الرهن في السفر وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ويبين لنا حكم المماطلة في الدين ويأمر الموسر بالدفع وإن كان ذو عسلة فنظرة إلى ميسرة هناك أحكام كثيرة غير أحكام العبادات هي منصوص عليها في كتاب الله وهي لا بد من أهل العلم أن ينظروا فيها ويصطمتوا منها الأحكام ويبينوا الأحكام الفقية للناس من خلالها فالقول بأن أهل العلم الشرعي هم يعني محجر عليهم في هذه الأبواب المحدودة القرية التي ذكرها هذا من الزور وهذا من الباطل وهذا من إفساد الدين وهذا إذا يصدم له العلم فإنما هو كلام مرسل لا قيمة له ولا يلتفت إليه وهذا من ناحية أن الأحكام المتعلقة بالفقهاء وعلماء الشريعة أنها هي مختصة بأبواب معينة ولا يحل لهم ولا يجد لهم أن يدخلوا ويتكلموا في أبواب المال وأبواب السياسة وأبواب الاقتصاد وأبواب العلاقات الدولية وهذا كلام غير صحيح لأن آيات القرآن تنطق بذلك ثم بعد ذلك هناك الأمر الثاني وهي مسألة مهمة لابد أن ينتبه إليها كل من يتكلم بهذا الكلام لأنهم يؤسسون هذه الدعوة وهي أن الفقهاء والعلماء يعني ميدانهم في الفتوى والتبليغ هو ما يتعلق بالعبادات وما يتعلق بالغيبيات أما شؤون الدنيا فإنهم يستدلون على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أدرى بشؤون دنياكم ويستدلون على ذلك بما ذكره أهل العلم قديما وعلى رأسهم الشيخ القرافي والشيخ ابن القيم والشاطبي وغيرهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدر منه الأحكام على صفتين تصدر منه أحكام بصفته أنه إمام المسلمين وأنه رئيس الدولة وتصدر منه أحكام بصفته نبي ومبلغ ومفتي ففي الأحكام الأولى التي تصدر منه بحكم رئاس الدولة والإمامة هذه أحكام هي خاضعة للمصالح والمفاسد ويجوز فيها الأخذ والرد وليس هي من اختصاص الفقهاء بل كل من له خبرة وله معرفة بالسياسة وبكذا من حقه أن يدلي فيها بدلوه ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير الناس في مثل هذه الأمور فاستشارهم عندما خرج إلى بدر واستشارهم في أمر غطفان واستشارهم أيضا في الحديبية فهذا قال وهذا يدل على أن ما كان من هذا القبيل من السياسة العامة والمصالح العامة فإن الناس من حقهم هم الذين يقولون ما يرون فيه مصلحة وليس للفقيه ولا للشيخ ولا للمفت أن يقول هذا القول وهذا والله كلام باطل لا يصح وانا أتحدى عندما أقول هذا القول من ياتيني بيبين على خلافه أقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما استشار قومه في أمور من مصالح الدنيا مصالح الغزو والحرب والقتال والشورى وغير ذلك ما صفته بالله عليكم؟ ما صفة هذا النبي الكريم؟ النبي الكريم وصف الله تباك وتعالى بقوله لتبين للناس ما نزل إليهم وهو أعلم الناس بالحلال والحرام وهو أفقه الناس وأعلمهم بأحكام الله فعندما يراجعه الناس في أمر ثم هو يأخذ برأيهم هل الحكم هذا استقر بفعل أو بقول أولئك الناس ولا استقر وصار حكما شرعيا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له ورضاه به لا شك أنه ما استفاد ما استفدنا منه أنه حكم شرعي ولا أحد يستطيع أن يرده إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ فالله عز وجل عاصمه من ذلك وهو يرعاه ويبين له الصواب إن حصى منه خطأ فإذا راجعنا مرة أخرى في أحكام المصالح والمفاسد والسياسة الشرعية إلى قول سيد الفقهاء ليس إلى عامة الناس لم نرجع فيه إلى الخبير الاقتصادي وإلا رئيس الحزب ولا رئيس الحكومة راجعنا فيه إلى من قال الله تباك تعالى فيه لتبين للناس ما نز إليهم وهو أعلم الناس على الإطلاق بالحلال والحرام هذا فيما يتعلق برسول الله وذلك لا حجة لهم فيما يحتاجون به من مسرة الحديبية وغيرها لأن ذلك هو حكم من نبي صلى الله عليه وسلم ما أخذه واستفاده من الخبرة هذا لا ننكره ونحن أيضا لا ننكره الآن وكل العلماء الذين تصدون للمسائل الشائكة هم لأصل فيهم أنهم يستفيدون من أهل السياسة ومن أهل الخبرة ومن أهل الطب ثم بعد ذلك عليهم الحكم الشرعي لا يبينونه إلا هم لأنهم هم أهل الاختصاص أما ما صدر بعد ذلك من الخلفاء من أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما فإنه صدر عنهما باتبارهما ولاة أمور توفرت فيهما شروط ولاة الأمر والشرط الأول من شروط ولاة الأمر لو تطلعوا على أبواب السياسة الشرعية والأحكام والقضاء وولاية الأمر الشروط الأول فيها أن يكون ولي الأمر من أهل الاجتهاد من الفقهاء الذين بلغوا درجة الاجتهاد فالخلفاء الأربعة أحكامهم يعني تأخذ على أنها حكم شرعي لأنهم من أهل هذا الاختصاص عندما رجع عمر أو رجع أبو بكر إلى قول الناس أو غير حكما بألا أحكام متن عطل حكم مقامة الحد وإلا في العام المجاعة أو إلا قال شيئا آخر فيما يتعلق بمساة المؤلفة قلوبه كل ذلك يقول له هذا اجتهاد من صاحب الاجتهاد من خوله الله عز وعلي بذلك وأهله لذلك وإذلك رجعنا إلى حكم أهل الاجتهاد والفقه ولم نرجع إلى أهل السياسة وإذلك القرآن يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ردوه إلى أولي الأمر الذين هم من أهل الاجتهاد هم أهل الاختصاص وإذلك نرى بعدما تغير الحال وصار يتولى ولاية الأمر من هو من أهل الفقه ومن ليس كذلك تغير الحال أعطيكم مثالين أو ثلاثة واضحين فمثلا عثمان رضي الله وتبارك وتعانيه لأنه من أهل الاجتهاد ومن فقهاء الصحابة عندما اجتهد في مينان ولم يقصر الصلاة واستغرب منه بعض الصحابة وعبدالله بن مسعود يعني في أول أمر استنكر هذا الأمر وقال مخالف للسنة ثم سرعان ما رجع وعلم لأن عثمان رضي الله عنه خليفة راشد وأنه عالم وأنه يتكلم عن فقه وراجع وقال الخلاف شر لكن بعد ذلك عندما تولى خلفاء وأمر ليست لهم هذه الصفة متى نبدأ متى من خلافة أو إمارة معاوية رضي الله وتعالى عنه في الشام حدث له مع أبي الدرداء رضي الله وتعالى عنهما أن معاوية كما في الصحيح وفي الموطة وغيرهما أن معاوية رضي الله تعالى عنه باع يعني آنية من ذهب بأكثر من وزنها فأنكر عليها أبو الدرداء وقاله إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال الأمير وهو الوالي وهو الحاكم وهو السياسي قال له لا أرى بأسا بذلك ماذا كان الجواب هل قولا هذا حكم سياسي وحاكم فيه السياسة وأن أقبلوه لا قال أبو الدرداء مغضبا قال أقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتقول لي لا أرى به بأسا والله لا أساكنك في بلد أنت فيها وخلل من الشام وذهب إلى عمر بالمدينة وأخبره بذلك فكتب عمر إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولا تفعل مثله وكذلك أعطيكم مثلا آخر مروان بن الحاكم كان واليا على المدينة وحتى هو استعمل السياسة الشرية وما يسمى المصلحة معلوم أن صلاة العيد الصلاة قبل الخطبة هذه السنة لكن مروان وجد من المصلحة أن يقدم الخطبة لأنه إذا قدم الصلاة لا يبقى أحد يستمع إلى خطبته فرأى أن من المصلحة أن يحبس الناس ويسمعهم الخطبة والأمر والنهي وكلام الذي يريده ثم يصل بهم فلما جلس ليخطب قام له رجل من المسجد وقال له أين الصلاة السنة أن تقدم الصلاة فرد مروان وقال قد ترك ما هناك فقام أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أما هذا فقد أدى ما عليه فإني سمية النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرأ منكم من كان فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فلم يأخذوا بأن هذا من السياسة الشرعية ويقره على ذلك بل بيّنوا له السنة والحكم الشرعي ثم بعد ذلك عندما تولى الأمر من يحسنه ومن لا يحسنه في أحد الحجاج مثلا والخلفاء من بعد الخلفاء الراشدين يعني أنكر أنكر الناس وأنكر كبار الصحابة مثل أنس بن مالك وعبد الله بن عمر أنكروا على الحجاج ما يفعله باسم السياسة وما أوغل فيه من الفساد ومن الظلم ومن إزهاق الأرواح وعندما خرج بالناس حاجا خرج له عبد الله بن عمر وكان قد أخر الصلاة ووقف أمام خبائه وقال له يا هذا إن كنت تريد السنة فأخرج إلى الصلاة فكان ينكرون العمراء إذا لم يكونوا فقهاء ولم يكونوا علماء كانوا ينكرون عليهم ولا يقول هذا من باب السياسة لا يجوز العبد الله بن عمر أن يتكلم فيه ولا لأنس بن مائك أن يتكلم فيه ما إذا خالف يعني أخذوا به وقادوه إلى السنة الصحيحة ولا يقادن هذه من مسائل الشرعية وأن المصلحة أن يؤخر الحجاج الصلاة أو يؤخر مروان كذا أو يفعل كذا هذا لم يقول به أحد وإذلك فإن هذه نقطة مهمة أرى أن يلتفت أن يلتفت الناس إليها ولا يلتقطون العلم الإنترنت ويطلقون الكلام هكذا مرسلا وأن المصالح والمفاسد يتصرف فيها النبي صلى الله عليه وسلم بصفة إماما وبصفة رئيسا وأن هذه المسائل التي تحدث الآن ما عدا أبواب قليل مع العبادات هذه ليست من اختصاص العلماء والفقهاء وإنما هي لأهل السياسة وعليهم أن يقولوا فيها قولهم ويحجر على أهل الفقه أن يتكلموا في ذلك ويقولوا هذا حلان وهذا حرام ويسفهونهم ويسبونهم ويشتمونهم نحن رضينا بالسب والشتم ولكن لا نرضى أبدا أن يفسد علينا دين الله هذا من إفساد الدين اتقوا الله ومن كانت عنده حج غير هذا فليأتنا به فليأتنا بها فإن والله لا نتردد أن نقبل الحق ونرجع إليه مهما كان الذي يأتي به رغمت أنوفنا على الحق رغمت أنوفنا على الحق ونعوذ بالله أن نكون ممن قال الله تباك وتعالى فيهم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فعليهم أن يتركوا هذا الأمر فإذا كانت مثلا هذا الذي يعني أتى بهذه الحملة الكبيرة على دال لفتاء وعلى العلماء وأصار فيها كل من دب وهب يرعد ويزبد ويقول هذا يعني من السياسة الشرعية ولا حق لكم أن تتكلموا فيه أقول لهم إذا كانت هذه ما يجري في ليبيا الآن من هذا الاتفاق السياسي وما ترتب عليه من تمكين أعداء الله في مصير أهل بلدنا وتعديهم علينا بالطائرات والمدافع وقتل الأبرياء جهارا نهارا وما ترتب عليه من القهر والظلم وأكل أموال الناس بالباطل وسفك الدماء المعصومة ما ترتب على هذا الاتفاق خلال هذا العام أقول لكم ببساطة فيما يتعلق بالأموال جميع الليبيين جميع الليبيين الستة مليون كلهم فقدوا وأخذ منهم نصف مالهم بالإجماع جميع أهل ليبيا بعد هذا الاتفاق السياسي اغتصب منهم نصف مالهم الفقير والغني تقول لي كيف ذلك أقول لك كان يشتري هذه السلعة بدينار صار يشتريها بدينارين وكان يشتري الدولار بثلاثة دينارات صار يشتريه بستة فقد أخذ منه ثلاثة دينارات في الدولار الواحد أليس هذا السرقة أليس هذا غصب أليس هذا أخذ لأموال الناس ظلما وعدوانا هذا عدا تدمير المؤسسات جميع المؤسسات الآن كلها انتهت يعني ألا ينظرون يا إخوان يا أهل ليبيا يا مواطنون يا مسلمون عندما تصرون وتنظون على ما أنتم عليه وترون وترون بأيونكم ما يقع فيه إخوانكم مصطلعفون والمظلومون من قهر ومن مذلة وعدم أمن ويعني ضياع وتحل الدولة وليس فيها مؤسسة من المؤسسات إضاعة المؤسسات الخدمية والتعليمية والصحية والإدارية ومن ينصر المظلوم لا شيء يوجد في بلاد من هذا إذا لم يكن هذا كله يسمى نازلة يجب على أهل العلم الشرعي أن يبينوا في الحكم الشرعي فليس هناك في الدنيا نازلة بعض الاتصالات نعم لو سمحت يا شيخنا معي الأخت صابرين من طرابلس السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام حافظ الله الشيخ الغرياني وفاة بي البلاد والعباد إن شاء الله بإذن الله أنا عندي سؤالين بالنسبة السؤال الأول ومش مطلوب مش للشيخ بش يود عليه اللي ينوجه بالنسبة للسؤال الأول ما هي الصفة الشرعية وأي صفة قانونية للأخ المدعو جمع القماطي ولا نوري العبار ولا الأبلة فاطمة اللي منشمعين المدى الإفاتة في مدينة الحمامات وقرروا بالنيابة على الشعب الليبي شنو مفروض يديروا هم لا ياملكوا لا صفة لا شرعية ولا منتخبينهم إلا إنهم مجرد إنهم عندهم أموال أو أصحاب حزب قولوا لنفسهم حزب هم مجرد اللي داروه إنهم أسقطوا جسم شرعي منتخب انتخب الشعب الليبي في 2012 والعمل اللي داروه هم أسقطوا الشرعية وطولوا للمرحلة الانتقالية للبلاد أنيني بنسئلهم بأما صفة أنتم تقرروا علينا نحنين الناس المواطنين الناس العاديين أي صفة قانونية ولا صرعية إلا أنتك حزب هذا بفلوس فهذه حاجة تخصك إنتا لكن مش من حاجة تقعمزوا وتقرروا السؤال الثاني بالنسبة للمجلس والرئاسي شلو الفرق بينكم يا مجلس الرئاسي وبين الإجراءات اللي داروه مجرد أنهم اختحموا المقرات القرصنة يعني عمال عمال قرصنة بأي حق طالب المصر في الليبيا المركز يصرف لكم ميزانية واقتحمتم مقرات وستوليت علاها وسميتوا روحكم حكومة نفاق لا وفاق مجرد أنكم الشمعت في مدينة مش في ليبيا في المغرب وقررت علينا أعطوني آما صيفة آما قانون استندتوا عليها أنكم وانتم ضربتوا القانون وتبقوا الشعب الليبي ينتظم بالقانون وأنتم أول ناس خرقت القانون ضربتوا بمحكمة الدستورية بقراراتها شمعتوا هل من حق أي مجموعة تجتمع في أي مكان الهولانية من حقي نحكم ليبيا بالطريقة هذه والأبلة اللي سناها فاط دائم المرأة ليبيا لسينا بأي نفس الطريقة بأما بأي صيفة أنتم تجتمع وتكلم علينا بالنيابة للمرأة الليبية وشكرا شكرا شكرا معي الأخ رياض نعم الأخ رياض تفضل عليكم السلام ورحمة الله مشكورين جدا عني تحت الفرصة للمداخلات طيبة تفضل مسان خير الشيخ صديق أنا رياض الشرشاري من سكان سرمان وبك أكثر شيخ أنا والد لثلاثة أطفال مخطفين لهم أربع تاشر شهر نعم قدمنا 22 شهيد في سبيل وكافحة الحرابة ومشكلتهم تقريبا في سرمان المنطقة الغربية سبب انهيار للدولة بالكامل في المنطقة هذه وش أنا ما سمعت صوت لدار الافتاء ولا تدخلات لدار الافتاء والمجرمين قريبا اليوم نشكر أنها بالعام في توضيحها للقضية واعتراف المجرمين الموجودين عندها أولادي لهم 14 شهر دار الافتاء منظمات دولية تتبع في القضية القنوات الفضائية بالكامل تتبع في القضية الرأي العام بالكامل شغلات القضية معقول دار الافتاء الشيخ صادق ما سمعناش صوتكم ما سمعناش تدخلكم المجرمين المعروفين 14 شهر ما سمع صوت دولة لا حكومة الوفاق ولا حكومة لانقاذ ولا الجماعة صراع الكراتش على الوحدة معقول أبنائي عائلة كاملة رفعاء المجرمين ومعروفين ومن القضية المعروفة شيخ صادق معقول القضية ما مرتش عليكم نهاية لا وتقريبا قدمنا شعاداء في القضية تقريبا نحن يا أخي سبق الشيخ الصادق في المبعاء وشكون أخ رياض لو تسمع للشيخ لا هذا الكلام الذي تقوله ليس موافقا للحقيقة ليس هناك من تكلم على الطريق الساحل وعلى القتل والحراب وأمر الحكومات كلها من حكومة الغويل واللي قبل واللي بعده ونقول لهم في كل حلقة تقريبا إنه لا يحل لكم ولا يحق لكم أن تتولوا حكم بلد لا تستطيعوا أن تقضوا فيها على المجرمين الذين يسدون ويقفلون طريقا عاما يمر مئات الألاف ويختطفون ويقتلون ويبتزون ويأخذها الأموال ونندد بهم ونندد بالنائب العام اللي أنت تشيد به الآن نحن لازلنا نندد به وأقول لو عندك عشرات أو ربما مئات أو ألاف القضايا من هذا النوع ومنها قضية الشيخ نادر العمراني سكت عنه وهي في أدراج أرفوفهم لا يتكلمون عنها ولا يعني يتكلمون إلا بمقدار حسب المصلحة فدور النائب العام ومكتبه أو مشلول ولا ينصر مظلوما هذه الحقيقة المرة التي نقولها يعني مئات أو آلاف من عمليات الإجرام والخطف والقتل للأبرياء مرت هكذا ولم نسمع بكلمة واحدة من أهل القضاء والاختصاص والنيابة في متابعة هذه المساعدة أين قدر الشيخ نادر العمراني التي هي بشهودها التي فيها تسجيلات أن الذين قاموا بالإجرام هم فلان وفلان وفلان والتدبير صار في المكان الفلاني والمسؤالي فلان فلان أين هي الآن هل تكلم عليها النائب العام هل خرجت وإذا ذلك نراك أنك ظلمت الدال ولكن نقبل منك هذا لأنك إنسان محروق قلب يعني كبدك على أولادك ونقدر هذا لكن اسمعني يا أخي واسمعني يا ابني عثماني حتى لو أنت ظلمت لا تظلم غيرك ودائي اللفتاء في كل حلقة ربما أنت لا تتابع دائي اللفتاء هذا هو للأسف أن أكثر الليبيين لا يتابعون ما تقول دائي اللفتاء وإذا مس أحدهم ضير أو ظلم خرج 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 في تلك اللحظة فقط وقال أين دائي اللفتاء من قضية تورغة أين دائي اللفتاء من قضية معرفش وين سرت أين قضية مع أن دائي اللفتاء في كل اسبوح هي تتكلم عنها لكن هو لا يعنيه دائي اللفتاء إلا عندما يمسه الضر أنا أريد من لبين كلهم أن يكون عندهم وعي ويعرفوا مصلحتهم لأن زي ما قولهما ليتغدى بخوك تعشى بيك فالظلم نريد أن ندفعه عن كل الناس ليس عليك أنت فقط بل على كل الناس وإذاك لا نفتع تكلم تكلمنا عن هذه القضية قضية الطريق الساحلي وآدمنا فيها حتى الناس الذين ردوا علينا المجرمين من يعني بعض الكتاب الممتسبة للمصرات وحاججناهم أكثر من مرة وألقينا عليهم اللوم وحملناهم المسئولية وقلهم أن هذه الدماء وهذا الظلم الذي يعيشه الناس هو في رقابكم لأن أنتم من مكنتم المجرمين من الطريق الساحلي ولو تريد أن يعني تأتي إلى دار الليفتاء وتتصل بها سيعطونك ما لا يقل عن 30 40 تسجيل للمفتي ولغيرا من مشايخ الدار يدينون في هذا عام الإجرامي الذي قلت فيه إن دار الليفتاء غائب عنه وأن النائب العام هو اللي يحاضر فيه والله هذا اللي يحصل أنتم قدامي الشيخ صادق أنا أتأو الآن على رأيكم يعني ممكن أن نقتص به لأن عارف المجرمين وموجودين وقاعدين يتجول الطرقات ويتجول قدام مرأة ومس مع الجميع أجبتك أجبتك وأنا معك وأنا رأي أن هذا الظلم يجب وضحد لي اليوم قبل غد وأن هذه الحكومة وأن الناس الذين هم لأن يجلسون لتجليد الاتفاق السياسي هم يتحملون وزر ابنك وابن غيرك في رقابهم طيب يا شيخ شيخنا ما حكم من يتستر على مثل هذه الجريمة جريمة أبناء الشرشاري اختطافهم ويدافع عنهم ويقف سدا منيعا من أخذ الحق من هؤلاء المجرمين لا شك في ذلك هذا في كل حلقة نتكلم عليه ونقول له إن المتستر على الظالم ظالم وليدافع الظالم ظالم والله تباك وتعالى أمرنا أن نخلص أنفسنا من العصبية ومن الطمع ومن الانتماء إلى التعزز بالقوة و بالظلم وأمرنا أن نرجع إلى الحق وكل ظالم يجب عن ناس أن يأخذوا على يديه أهل صرمان أول من يجب عليهم أن يأخذوا على يدي الظلم وأهل الزاوية الغربية وأهل جميل وأهل لعجلات وأهل زنزور كلهم يجب عليهم لا يحل لهم كيف بالله عليكم يعني تسمحوا لأنفسكم وأنتم يعني أمة كبيرة عشرات الآلاف يعني في أمي القتل عشر ولا عشرين ولا خمسين يقفلون عليكم الطريق الساحي سوء العذاب هذا من الظلم لا يحل لكم وعلى الحكومة لا يحل حكومة أن تجلس على كرسي ويتالى الظلم ولا تستطيع أن تؤمن للناس طرقهم طرقهم يعني هذا أول واجبات أي مسؤول وأي من يتولى المشهد السياسي ويزيد وينقص فيه ويمدد اتفاق ويفعل ويفعل أقول له أولى بك أن توجه جهودك إلى أن تفتح الناس الطريق الساحلي وتوزودهم بالكهرباء وتنفس عليهم موضوع السيولة وتردي الدولار إلى ثلاث دينارات أو أقل من ذلك يتهون عليهم لتنال أجر الدنيا والآخرة لا أن تجلس في حمامات وإلا في مكان آخر خارج ليبيا وتدبر وتكيد للناس وتمدد لهم هذا العدوان الظالم الذي تعيشه ليبيا الآن وهذا القتل وهذا الظلم وهذا الانتهاك لحرمات والدماء والأعراض تريد أن تجددهم مرة أخرى بأي صفة كما قالت السائل الكريمة قبل قريب بالله عليكم يا من تجلسوا الآن لتجديد الاتفاق من أعطاكم هذه السلطة من خولكم بهذا يعني أنتم تعلمون أنه لم ينتخبكم شعب وأن المنتخبون منكم الجهة التي انتخبتهم تبرأت منهم عندما جلسوا للتوقيع الاتفاق الأول لكن قلنا الاتفاق الأول لعلكم اجتهدتم وأخطاتم عفى الله عننا وعنكم أما بعد ما رأيتم بأعينكم ما هو حال بنا من الظلم والكيد والمكر والتآمر علينا من عداء الله وتستمر في ذلك فهذا الذي قلت فيه أنا في فتوة سابقة ولا زلت أقول بها وأؤكدها لما ذكرته من الدليل الشريع عليها أن العمل على هذا هو من العمل على الفساد في الأرض وصاحبه ينال هذا العقاب ولما هو يعلمه يعني من خلال هذه السنة الماضية كلها فهو يقبل عليه ويقدم عليه مع سبق الإصرار عليه فأحذركم غضب الله والله ما هي إلا أن أصيح لكم ولا أجد من ذلك غير ذلك يعني لا لست يعني ليس لي عداوة بيني وبينكم لا عداوة لحزب ولا لي جهة ولا لمدينة ولا قبيلة ولكنه من باب النصح لكم وللمسلمين عاص الله يخفف عنهم لا تستمروا في هذا الظلم أنتم غير مؤهلون غير مخولون رئيس حزب والأرام مسؤول الذي اختارك لهذه المهمة هو اليون كما هو معلوم الآن اليون ذهب وعلمتم أنه رجل مرتشي وعلمتم أنه حتى الاجتهاد اختارك تبين وعلم خطأ وأنه لا ينقض ليبيا وإنما أغرقها ووعود المجتمع الدولي التي وعدكم بها كلها ذهبت أدرج الرياح ووعود عرقوب أخاه ليثرب فلا شيء منها لما بقى بين أيديكم شيء وما زلتم مع ذلك تصرون على أن توردوا شعبكم وأمتكم وأهلكم المهالك إن شاء الله يتعالى الهداية طيب الأخ مراجع مازال معنا مراجع أهل وصعلا تفضل أهل وصعلا لو تستمع من الهاتف يا أخ مراجع أهل وصعلا يا شيخ عبد الله يا شيخ عبد الله تفضل المسلع العوار عضا طيب ربي يهديك إن شاء الله نصلح حالك آه شيخنا جهاد أبو جهاد أبو جهاد طرابلس طيب أبو جهاد تفضل أبو جهاد عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا أخي نعم أبو جهاد طيب لو تعيد السؤال لو سمحت أعد السؤال معارضين لأنه نظام السابق ما حكم التعذيب من يحذبهم في السجول أبو جهاد أبو جهاد لو تعاود السؤال عاود السؤال لأنه جزء من السؤال ما حكم تعذيب السجناء في السجول حتى ولو كانوا أتباع انقذام السابق هو في مصراته أو في سجن الهضباء طيب ماشي واضح واضح عندك سؤال تاني يونس من مصراته تفضل يونس تفضل يونس ماشي طيب شيخنا هناك بعض الأسئلة العالقة أيضا من الحلقة الماضية يعني الآن ما هي الحاجات الأساسية التي يعطى الإنسان من أجلها الزكاة حاجات الأساسية التي طوات من أجل الزكاة هي ما يتعلق بشؤون المعيشة بصفة عامة أن يعيش الإنسان معيشة كفاف في أكله وشربه ولباسه وسكناه فإنه يجوز للإنسان أن يأخذ الزكاة من أجل يوفر لنفسه مسكنا مناسبا ليس المسكة الذي هو يعني يصنعه بعض الناس ببعض الكماليات مثل الرخام مثل يعني الجبس ومثل المسائل أو الأبواب المكلفة أو الثريات أو شيء من هذا لكن البناء المعتاد بالطوب المعتاد والإسمنت من غير يعني تفاخر من غير الرخام بأبواب يعني سوقية عادية فهذا القدر يجوز له أن يأخذ من الزكاة ما يوفره لنفسه يبني بيت بهذه الصورة من الزكاة مهما كلفته فهذا جائز له لأن يعني الملبس والماكل والمشرب والمسكن هذه من شؤون الإنسان الحاجية والتي تصل إلى حد الضرورة إذا كان اشتد عليه الكرب فيها فالزكاة هي للفقراء ما تباكت عليه يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين وهذا ما هي الفقر لأنه لم يستطع أن يسد حاجته نعم نعم طيب أيضا الأخ معاد من طرابلس يسأل عن الدكتور في الجامعة يغش الطلبة وهذا الدكتور يظن أنه يغش يعني بنسبة معينة 10% يقول يعني ما تأترش في نسبة النجاح هذا السؤال هذا السؤال يعني الدكتور في الجامعة يعني يغش الطلبة يعني حتى يبين لهم لحظة يغش الطلبة بنسبة معينة يقول إن هو إذا كان الطالب عنده 60% يمكن يغش في عسرة في المية يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا فالغش كله حرام ولكن هذا إذا كان يعني يقول إنه يغش غشا قليلا فهو يعني يسميه حراما قليلا يعني وليس حراما كثيرا لكنه لم يخرج عن دائرة الحرام لم يخرج عن دائرة الحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس مني طيب أي الأخ أحمد المصرات يسأل كيفية إخراج الزكاة على بطاقة فيزا يعني وبها رصيد باعتبار أنه كان الدولار بسعر وأصبح بسعر آخر أقول له يعني ماذا ما يشتحق يشتسع عليه أنت لابد في قلبك الجواب تعرفه ولكن مع ذلك وأكده لك أنت مطلوب منك أن تزكي على ما تملكه فأنت تملك الآن ألف دولار يساوي ستة ألاف دينار أو أكثر فيجب عليك أن تزكي على ما تملكه هل لو أتاك شخص وقال لك أريد أن أشتريه منك بما اشتريت أو بثلاثة ألاف هل تبيعه له لا تبيعه لا إذن أنت لا تملك ثلاثة ألاف لأنك تقول له أنا أملك ستة ألاف كيف يبيعه لك بثلاثة مدون تتملك ستة ألاف فيجب عليك أن تزكي على الستة ألاف لأنك تملك فعلا الستة ألاف ولا تنظر إلى القيمة مثلا تاجر اشترى سلعة بدينار وهو يتاجر فيها ولما جاء رأس الحول صارت هذه السلعة تسجل خمسة دينارات لا فهل يزكي على الدنار بما اشتراه يزكي على الخمسة يزكي على الخمسة لا شك في ذلك نعم طيب شيخنا لعل نرجع السؤال لو تكرمت في نصف دقيقة هذا السؤال أبو جهاد من طرابلس يقول ما حكم تعذيب السجناء ولو كان هؤلاء السجناء من أزلام النظام السابق حرام لا يجوز هذا حرام وقلناه كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن الله يعذب من يعذب الناس ويقول صنفان من أهل النار لم أرهما لساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ويجاول معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس فحرام عليهم لا يجوز لأحد أن يضلم أحد لا في السجن ولا في غيره وهم سيعذبهم الله عز وجل كما عذبوا خلقه نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا شيخنا سماحة المفتي الشيخ الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني حفظك الله تعالى ونفعنا الله بعلمك وسدد خطاك كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدين على طيب متابعتكم وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودعوه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته تشاهدون إعادة هذه الحلقة يوم غد في تمام الساعة الخامسة وخمس دقائق فجرا ويعاد عند الثانية عشر وخمس دقائق ظهرا إسلامنا هداية وقاية منا إسلامنا حديقة مليئة الأزهار يجيب كل سائل ومستفت الحيور إن الله لا يددي إلى التقاع النور